الأصدقاء العزاء صديقات العزيزات في كل مكان مرحبا في هذه الجلسة سأحاول أن أتناول شأنا سياسيا ملتهبا هي الحرب الدائرة بين الفلسطينيين الحرب القديمة الجديدة الدائرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين والحرب القديمة الجديدة الدائرة بين تركيا والأكراد وأجراء بعض المقاربات الأولية ما بين تركيا وإسرائيل وحركة حماس وحزب العمال الكردستاني أتمنى منكم أن تجهزوا فنجينا قهوتكم لكي نبدأ الحديث معنا أية حرب في أي زمان ومكان هي فعل قدر منافي للأخلاق وللقيم الإنسانية وقيم الحب والخير والجمال بين البشر كل الأطراف المشاركة في الحرب خاسرة تخسر من إنسانيتها تخسر من أخلاقها لأنه ما يقال عن أخلاق الحرب ومبادئ ومعايير وكل هذه القواعد التي وضعها المجتمع الدولي للحرب يتم انتهاكها الكثير من مجرمي الحرب يفتتون من العقاب والكثير من مجرمي الحرب يستمرون في ممارسة بشاعتهم وسلطاتهم في إدارة طوحين الحرب أي حرب ستتوقف هذه الحرب دائرة حاليا بين الفلسطينيين والإسرائيليين هي جولة ستتوقف لتبدأ ربما جولة أخرى في مكان آخر ربما يكون راملا ربما يكون مرة أخرى غزة لأن أصل المشكل موجود أصل الصراع موجود فدواعي الصراع ظهور موجات من العنف والعنف المتبادل المتفجر من الأطراف المتحاربة في لحظة ما قد تكون مباغدة لطرف معين لصالح طرف آخر لكن ستتوقف لن تبقى هكذا إلى ملاء يعني الحرب الأوكرانية أيضا ستتوقف في المحصلة المتحاربون سيشعرون بأن هذا السلوك عبسي ولا يمكن للإسرائيليين أن يلقوا بالشعب الفلسطيني في البحر ولا يمكن للفلسطينيين على وضعهم على حالهم على إمكاناتهم أن يمسحوا إسرائيل من الوجود لكن الكلام حول شأن يعني يسمم العالم ويتلف في الجانب الإنساني والأخلاقي في البشر هذا الكلام هو أيضا شكل من أشكال الفعل يعني الحديث عن الحرب أفكار ومواقف الكلام الذي أقوله الآن ليس عبارة عن تحليل إنما موقفي الشخصي تجاه ما يجري في المحيط الشرق أوسطي من صراعات وحروب هنا وهناك يستند في جزئية معينة إلى الجانب التحليلي لكن الأصل والفصل في الكلام أي كلام يعني يعبر عن موقف وفعل لا يمكن أن نضع الكلام فقط على أنه كلام لا الكلام أيضا شلوك وفعل طالما ينضوي على أفكار ويطالب بكذا وينهى أو ينتقد كذا فإذا هو سلوك وفعل البعض من المثقفين والكتاب والأدباء يعني بحجة الموضوعية يتأملون المشهد ريثما يعني تنجلي أو ينجلي غبار الحرب والمعارك لكي يبدو مواقفهم يمارسون سلوكا دبلوماسيا يعني مخافة عدم التورط أنه لربما أبدو موقفا تضامنيا مع الفلسطينيين يتم تسجيل هذا الموقف على أنه ليس فقط ضد إسرائيل بل ضد كل من يدعم إسرائيل ضد كل من يتصالح مع إسرائيل يعني الموقف مع الضحية والفلسطيني من ضحايا ينبغي أن لا يتجزأ يعني الموقف من الضحية المظلوم سواء كان فلسطيني أو يهودي أو كردي أو عربي أو تركي أو فارسي أي أن تكون قوميته ديانته مذهبه أي أن يكون مشربه الفكري والعقائد المظلوم مظلوم وينبغي لنا كضمائر ثقافية وأنسانية أن نكون مع المظلومين دائما أن نكون مع المظلومين حتى في التاريخ يعني الحوادث التاريخية التي مرت وصارت من الماضي لا جدوى من أن تعبر عن موقفك التضامني مع لنفترض مثلا يعني مظلومية الحسين أو مظلومية ما بعرف مين يعني لكن الموقف الأخلاقي أيضا له أثر رجعي فيما تعلق بالتضامن مع المظلومين تاريخيا فطالما الموضوع لا يتجزى المظلوم مظلوم في التاريخ وفي الراهن وفي المستقبل دائما الضمائر الثقافية بغي أن تكون مع الضعيف ضد القوي مع المظلوم ضد الظالم كائن من كان المظلوم يعني غير فلسطيني أو غير عربي أو أو غير أيا يكن وكائن من كان الظالم الظالم ينبغي أن نقف في وجهه ونقول في عينه وانت ظالم والمظلوم سنقول له رغم أن هذا التضامن لن ينفعه في شيء ولن يرفع عنه الظلم ولن يرد عليه عنه الظلم والظالمين لكن هو موقف أخلاقي لأن هذا الرجل ليس وحده هذا الشعب ليس وحده وهذه القومية ليست وحدها هذه الملة ليست وحدها إزاء الحصار والظلم اللاحق بها الحرب والصراعات محق للمجتمعات يعني إذا استطاع الإنسان أن يحافظ على إنسانيته وأخلاقه ولا ينحدر إلى الدرك الأسفل من الحرب باب التبريرات وفقه التبريرات وكل هالقص إذا بقي المرء محافظا على توازنه الأخلاقي هذا انتصار هذا انتصار ما بعده انتصار هادر الإنسانية في فترة الصراعات والنزاعات والتراشق والحروب من أهوى وأبسط ما يكون والحفاظ على الإنسانية من أصعب من أصعب ما يمكن القيام به أثناء التهاب واشتداد رحى المعارك والصراعات بين البشر فيما يتعلق بالموضوع الدائر حاليا هناك مجموعة من الحروب في أماكن متعددة من العالم تختلف في بعض التفاصيل تتفق في بعض التفاصيل سأحاول هنا أن أجري مقاربة ما بين هاتين الحربين الحرب الدائرة في كردستان والحرب الدائرة في فلسطين مع موقف الواضح والصريح من الفصيلين حزب العمال الكردستاني موقف النقدي من هذا الفصيل وموقف النقدي من حركة حماس الإسلامية وموقف الرافض للسياسات التركية وموقف الرافض للسياسات الإسرائيلية هذا يكون واضحا وجليا للجميع سأتناول الجانب الكردي كمدخل كي أخاطب الإنسان الكردي بعدين سأتناول الجانب العربي أو الفلسطيني بشكل عام الكردي أحيانا ونتيجة أنا أتفهم هذا الجانب النفسي نتيجة المواقف المخزية لبعض الفلسطينيين ومنها حركة حماس من المسألة الكردية وتضامن حماس مع النظام التركي وتضامن حماس مع النظام الإيراني في قمع هذين النظامين للأكراد وتضامن أو وقوف بعض الفصائل الفلسطينية مع نظام صدام حسين وبعض الفصائل الفلسطينية مع حافظ الأسد وبشار الأسد أيضا ضد الأكراد كل هذه التفاعلات خلقت ردد فعل لدى المواطن الكردي البسيط أو النصف مثقف أو حتى المثقف مش مشكلة هذه ردد الفعل أنه يحاول تبرير أي شيء لإسرائيل ويتجنب انتخاذ إسرائيل على أساس أنه إسرائيل نظام ديمقراطي ونظام لبرالي ومعتدل ويحفظ الفلسطينيين حقوقهم والفلسطينيون موجودون في الكنيسة ممثلين واللغة العربية ليست ممنوعة في إسرائيل بينما في تركيا كذا وكذا أو في إيران أو يعني يحاول أن يجري هكذا مقاربة هذا حقه في إجراء هكذا مقاربة الكردي أنا الآن أتحدث عن الكردي هذا حقه في إجراء لكن أن تكون هذه المقاربات على أرضية صلبة ومتينة من الدراية والإلمان بفن المقاربات في هذا الخصوص لماذا أقول ذلك؟ لأنه لا مسألة النكاية في العرب يعني ليس حبا في إسرائيل إنما نكاية في العرب يساريين أم علمانيين أم أي توجه هذا أقل ما يقال في هكذا تقييم بأنه ليس موضوعي وليس أمينا وليس أخلاقيا أن تكره حزب البعث نكاية في حزب البعث أو المتأثرين بحزب البعث أو المتأثرين بجماعة الأخوان المسلمين ويعني ترفض فتفوت نقد أو ذرة نقد للإسرائيليين فهذا اسمح لي أيها الكردي يعني هكذا أنت تنقلب من مظلوم إلى ظالم من ضحية إلى جلات تجلد نفسك وتمسكه بعصى جلاد آخر ليجلد مظلوما يشبهك أحيانا هناك صراع بين المظلومين يعني مظلوم أو حركة سياسية تدافع عن مظلومية تنحاز لنظام طاغوط استبداد ديكتاتوري ذكرت يعني هذا موجود في الواقع الكردي وموجود في الواقع الفلسطيني أيضا يعني لا يمكن أحيانا أن نلقي باللوم الشديد على الفلسطينيين في فعل ارتكبته الحركات الكردية فيما يتعلق بالعلاقة مع الأنظمة يعني الحركات الكردية في علاقتها مع النظام الأسد أضرت كثيرا بالكرد وليس فقط بالعرب الحركات الكردية في علاقتها مع نظام صدام حسين أضرت بالكرد وليس فقط العرب الحركات الكردية التي تعاملت مع النظام التركي أيضا أضرت بالكرد كذلك الأمر مع النظام الإيراني أضرت الكرد في إيران يعني بكل تأكيد سيكون الضحية أكراد في البلد اللي الأحزاب الكردية تتعامل معها كذا النظام في تقديري أنه العلاقات أيضا الفلسطينيين الذين كانوا على علاقة مع صدام حسين أضروا بالفلسطينيين وأضروا بقضياتهم ونظام صدام حسين مول ودعم عمليات إرهابية تصفية كان ضحيتها الفلسطينيون أيضا العلاقات مع نظام حافظ الأسد تضرر منها فلسطينيون سياسيا وعسكريا وعمليات اغتيال وتشويق كل هذه التفاصيل يعني لم يتضرر فقط منها الأكراد إنما الفلسطينيون أيضا هذه التفاصيل ينبغي أن يعيها الكردي والفلسطيني لنبقى في الجزئية الكردية بعض الأكراد وأنا يعني أرى على السوشيال ميديا سابقا والآن أيضا يعني يقولون أنه إسرائيل ليست معادية للأكراد فلماذا نعاديها فلماذا نعادي إسرائيل يعني العرب تصالح مع إسرائيل فلماذا نعادي إسرائيل من هذه الأقاويل أولا انتقاد إسرائيل لا يعني معادات إسرائيل لا يعني كراهية أن تنتقد إسرائيل هذا لا يعني بأنك سرت نازي ومعادل السامية وبدك تنصب المحارق للإسرائيليين لا أن تطالب إسرائيليين بالإنصاف بالعدالة باحترام التزاماتها تجاه الفلسطينيين اتفاقية أوسلو مثلا يعني أن تحافظ على إقرارها بأنه الفلسطيني حق له دولة تلك الالتزامات الدولية أمام الأمريكيين اتفاقية أوسلو أمام من يعني المجتمع الدولي ينبغي أن يضغط على إسرائيل لكي تحترم تلك الانتزامات يعني الحد الأدنى من 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 الحقوق الفلسطينيين قبلوا يعني 20 إلى 18% من مساحة فلسطين يؤسسون عليها الدولة دولة فلسطين إن شاء الله تكون غرفتين وصغلون إسرائيل لا تحترم إسرائيل لا تريد لهذا الشعب أن يكون له أي كيام مستقل بصفة دولة في المجتمع الدولي هذا الكيان سيشتغل على حق العودة هذا الكيان سيمارس فعلا سياسيا هذا الكيان سيكون متعاء هذا يعني إذا الآن الآن إسرائيل قبلت هذا يعني بأنه طيلة قرن الذي كان يماني قيام دولة إسرائيل ليس ليس الولادة المتحدة الأمريكية أو المجتمع الدولي إنما إسرائيل كانت تهتم حق هذا الشعب الفلسطيني في أن يكون له كيان مستقل على جزء من أرضه التاريخية فلسطين أرض الفلسطينيين التاريخية لا يجي لي حدا يحكي لي بيقول لي شعب إسرائيل وقبيلة إسرائيل الذين يحكمون الآن في إسرائيل ليسوا قبيلة بني إسرائيل مثل الذين يحكمون الآن في البلدان العربية ليسوا من قريشة أو بني أمية أو بني هاشم لا يوجد شيء من هذا الكلام بني العباس ومن هالقصص لا يوجد شيء فالبني يمين نتنياهو ليس من قبيلة بني إسرائيل قائد الجيش الإسرائيلي ومسؤول المخابرات والموساد هؤلاء ليسوا من إذا بيفحصوا جيناتهم ما رح يطلعوا من قبيلة بني إسرائيل التي كانت موجودة في فلسطين قبل 2000-3000 سنة لكن هل فلسطين أرض اليهود؟ نعم أرض اليهود الفلسطينيين أرض العرب الفلسطينيين أرض المسيحيين الفلسطينيين المجتمع الفلسطيني مجتمع متنوع مثله مثل المجتمع السوري المجتمع العراقي المجتمع الإيراني المجتمع التركي هناك يهود أيضا في إيران هل يمكن أن نقول لهم بأن هذه ليست أرضكم 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 في فلسطين؟ لا اليهود بحكم وجوده التاريخي على أرض معينة فهو صاحب تلك الأرض والشراكة مع العرب مع المسلمين مع كل هذه التفاصيل أنا عن قناعة أقول هذا الكلام عن رأيي وقناعة وموقف أقول هذا الكلام فما يجي واحد يقول لي أنه والله لا إسرائيل نحن نعادي لا حبيبي أنا لا أعادي إسرائيل أنا لا أعاديها لكن من حقي أن أنتقدها أنا فعلي نقدي سلوكي نقدي هذا الكلمة النقدية اللي أقول أطرحها على الملأ يعني هذا حقي يعني لا إسرائيل ولا غير إسرائيل بإمكانها أن تسلبني هذا الحق عندما أنتقد إسرائيل أنا لا أعادي إسرائيل هؤلاء الأكراد المهووسين بحب إسرائيل فليبرزوا لي يعني أسباب افتتانهم بإسرائيل الهند أيضا لم تكن تعادي الأكراد لماذا لا يحبون الهند محبتهم لإسرائيل الصين أيضا لم تكن تعادي يعني مسألة هؤلاء لا يعادون إسرائيل لم تعادي الأكراد فلذلك ينبغي أن نحبها كل واحد لم يعادي الأكراد أنت لازم تحبه حبه مش مشكلة لكن إذا شفت إذا رأيت ظلما يقترفه حبيبك الإسرائيلي قل له طول بالك وأعرف حدك وقفوا عند حده هذا الكيان اللي حضرتك بتحبه أو بتحاول أن تسوق أو تروج لسردية هذا الكيان يا عزيزي الكردي يعني سيريلانكا أيضا لم يكن لديها مشاكل مع الأكراد أنت ليش ما بتحب سيريلانكا يعني لازم تحب كل من لم يعادي الأكراد نعم يعني أنه حب الأولوية يعني الأصل في العلاقة الإنسانية المحبة لكن أن شخص أنت تحبه أو كيان أو دولة أو مجتمع أنت تحبه ويمارس الظلم والقمع والإبادة في حق شعب آخر ينبغي أن تخفف من هذا الحب المرضي الغريب إنجاز التعبير يعني ينبغي أن تقلل من هذه المسألة يا تجيب لي حجة تانية أقوى من هذه الحجة المتحافتة يا إذا مع هيك حب مع هيك سلوك لإسرائيل نكاية في العرب أو كذا فأنت ينبغي أن تحب شعوب ومجتمعات أخرى أبا يعني لا تعادي الأكراد نهائيا تكون منصفا في توزيع الحب على العالم يعني وصلت للفكرة أخلي الكردي كيف يمكن أن تكون محبا لإسرائيل لأن إسرائيل لا تعادي الكرد لم تعاديهم لم تعادي الكرد سأقول لك كيف كيف يعني وقفت إسرائيل ضد الكرد ضد الكرد وهذا الوحم اللي أنت فيه لازم تتركه وهم أنه الإسرائيليين وإسرائيل لم تعادي الأكراد في منتصف الستينات وحتى منتصف السبعينات إسرائيل دعمت الحركة الكردية في مواجهة النظام العراقي في 73 رفض في حرب 73 رفض الملا مصطفى البرزاني المدعوم من إسرائيل أن يشعل جبعة العراق لأن العراق والعرب وقت ذاك كانوا في حرب مع إسرائيل في 73 في 75 قطعت إسرائيل دعمها ومساعدتها بشو كانت تساعد الحركة الكردية مستشفى اثنين ميداني بعض الحماية بعض المعلومات الاستغبارية في هذا السياق وإسرائيل يعني ما كانت في حاجة يعني للأكراد لكن كنوع من الضغط على العراق وعلى العرب استثمرت الورقة الكردية لكن في المحصلة عندما شافت أنه أنه هذا الدعم يعني حب من طرف واحد بلاها المحبة لأنه البرزاني كان بيأخذ والبرزاني مصطفى الملة مصطفى البرزاني في عز الحرب في عز حرب أكتوبر لم ينصع لمشيئة وإرادة الإسرائيليين في فترة الحرب أيضا في في السبعة وستين أيضا المصطفى الملة مصطفى البرزاني في السبعة وستين ما كان في حرب طاحنة مع بغداد في تلك الفترة فإذا في حربين لم تستفد إسرائيل من الملة المصطفى البرزاني ومن الحركة الكردية تقدم لهم دعم بدون ما يكون المردود أضعاف الدعم الإسرائيلي يعني الحركة السياسية والمثقفين الإسرائيليين ياريتي جيبولي اسم اسم يعني مناضل فلسطيني سياسي فلسطيني تعرض لعملية محاولة اختيال بسبب دعم الحزب الديموقراطي أو الأكراد أو الملة المصطفى البرزاني بحكم علاقته مع الإسرائيليين ساهم في الحق لأذى قيدة قيدة ذرة بالفلسطينيين والقضية الفلسطينية إذا فيه هيك شي أنا أنا شخصيا ككردي جاهز للاعتزار على العكس من ذلك الأكراد ساهموا بقوة من العراق ومن سوريا ومن تركيا في الحركة الوطنية الفلسطينية هذا كلام واضح ولن تنساه إسرائيل للأكراد لن تنساه إسرائيل للأكراد لأن الأكراد في فترة الصراع وخاصة خاصة يعني بعد الخمسة وسبعين الأكراد كنخب يسارية ونخب قومية ونخب ثقافية وحتى على المستوى الجسدي الفيزيائي كانوا مع الفلسطينيين ضد إسرائيل في 82 كمان نفس القصة فما يجي حدا يقول لي والله يعني إسرائيل لم تعادين لا حبيبي إسرائيل وقفت ضد الكرد فالاستفتاء الأخير إسرائيل كان في إمكانها أن تحرك اللوبي الإسرائيلي في أمريكا في أوروبا في روسيا في كل مكان لو بالفعل كلام البعثية والأخونجية والعادلون الفاشيست الموجودين في التيارات السياسية العربية ويحرضون ضد الكردون وإسرائيل ثانية لو بالفعل إسرائيل جادة لخلق إسرائيل ثانية تخفف عنها لفعلت لفعلت وما حدا ماسك يديها وإجريها لكنها لا تريد وطمئن هؤلاء إسرائيل إسرائيل واحدة فقط تريدها في المنطقة لا تريد إسرائيل ثانية وثالثة ورابعة وخامسة وعشر لا لا تريد يعني الآن إسرائيل موجودة في أغلب البلدان العربية ليش بدها مشكلة مع هاي البلدان العربية مع تركيا مع إيران وتدعم دولة كردية لن تدعم دولة كردية حتى الآن حتى الآن يعني لا يوجد أي بصيص أي مؤشر على دعم إسرائيلي لقيام دولة كردية حتى ولو في الأرجنتين ما فيك شي يا أيها الكردي طلع من هذا الوهم هينري كيسنجر عراب اتفاقية الجزائر بين هواريبي مدين وصدام حسين بوساطة هواريبي مدين بين شاه إيران وصدام حسين واللي كان يعني هي الاتفاقية على حساب الكرد في العراق والملا مصطفى البرزاني معروف مدى حب وهيام ودور هينري كيسنجر في دعم إسرائيل فمش بس هيك يعني تركيا في حربها على الأكراد يعني انحط حزب العماء الكردستاني بين قوسين أيضا إسرائيل كانت مع ولما تزل مع تركيا في صراعها ضد الكرد بحجة مكافحة حزب العماء الكردستاني إسرائيل من وين لوين يعني حتى صارت صديقة الأكراد أيها الكردي العزيز ها تثبت لي يعني ابن نتنياهو يطالع العلم التركي ويشتم الأتراك والعلم التركي بتعتبره فخر أو واحد لا لا أحيانا يقولون يعني 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 يطلع لي واحد كذب يمو أريان كتابين بحياته ويقول هناك يهود أكراد في إسرائيل حبيبي أيها الكردي العزيز أخي الفاضل هناك أكراد في فلسطين أضعاف اليهود الموجودين في إسرائيل نصف منطقة الخليل أكراد أكراد صفر أكراد حتى في قرى قرى موجودة قريبة من غزة قرى كردية وكتابه مثقفين يعني هناك أكراد موجودين حتى في غزة وفي محيط غزة يعني القصف اللي أنت بتشوفه وربما تصفق له يتضرر منه أكراد فلسطينيون الحس الوطني اللي عندك لما بيتحرك تجاه إسرائيل لأنه في كم يهودي يهنيك ينبغي أن يتحرك لأنه في أكراد في الخليل في أكراد إذا أنت فعلا قوي في أكراد في القدس في أكراد في فلسطين إذا أنت ما بتحب العرب فعلى الأقل كن حريصا على الأكراد الفلسطينيين اللي بيتضرروا من هذا القصف ومن هالعدوان ومن هالحرب وصلت للفكرة أخي الكردي ما تقل لي يعني من الآن فصاعدا والله فيه يهوج أكراد في تل أبيب وبيغنوا كردي وبيرأسوا كردي وبيرفعوا علام كردس هالقصص هاي يعني ما بتنفع أنا شايف تاريخ العلاقة الإسرائيلية مع الأتراك مع الأتراك ومع المحيط المجتمع الدولي وكيف هذا الموقف السياسي وهذا الدور السياسي ما كان مع الخيارات الكردية بالعكس كان مع الخيارات والقرارات والمواقف التركية فما تقل لي إنو والله إسرائيل لا تعدين عزيزي الكردي لو إن الحركة الصهيونية قررت إنو عاسمة إسرائيل أن تكون دهوك أو زاخو أو آكري لو قررت الحركة الصهيونية إنو كردستان ينبغي أن تكون إسرائيل الأولى لكانت إسرائيل الآن بن يمين نتنياهو يفعل بأربيل أو السليمانية أو دهوك أو دهوك ما يفعله الآن في غزة لأن الحركة الصهيونية قررت أن يكون الوطن القومي لليهود في إسرائيل يرى الفلسطينيون يعني كل ما يخطر على بالكم من طباعة الاحتلال والاستبدال حسب تعبير عبد الرحمن كواكب طباعة الاستبدال لو إن الحركة الصهيونية لو إن تيودر هاتزل ومؤسسي إسرائيل شافوا أنه من الضروري أن يكون دولة إسرائيل في ديار بكر يعني في كردستان لشاف الأكراد الويلات من إسرائيل مثل ما بيشوفها حاليا الفلسطينيين اللي تم الاستلاع على أراضيهم وعلى قرىهم وعلى بيوتهم وعلى وتم تهجيرهم وتم كلها القصص أنا لا أدعم حركة حماسك أنا ضد الحرب بالمطلق بالمطلق في أي مكان وأي زمان ما حدا يجي اللي والله حماس عاجمت وباغدت ما في سلام في حرب في كر وفر في هدنة يعني سلام مؤقت غزة محاصرة فيها مليون ونص بني آدم وطحت الحصار وطحت القصف وطحت الاستهداف والرعب يعني الفلسطينيين طفح الكيلفيون ورعب شهر شهرين سنة سنتين ولا رعب العمر كله يعني بهذا السياق أنا أتفهم ردود أفعال الفلسطينيين هذا الاحتقان نتيجة الظلم والقمع والكبر ينفج إذا لم يكن حركة حماس ربما تكون حركة أخرى يعني حركة حماس في سلوكها مع الفلسطينيين مدان ما فعلته حركة حماس في حركة فتح داخل غزة من عمليات قتل وتصفي وكل مدان مدان من قبل الفلسطينيين لكن ما فعلته حركة حماس هو مقاومة منصوص عليه في القوانين والشرائع الدولية خلي العالم يجي لأنه في وقع احتلال في وقع حصار في استهداف فحتى ولو كان الهجوم الفلسطيني بقيادة حماس والجهاد مباغذ وهو اللي يعني حز اسرائيل من الداخل والآن اسرائيل ترد لا الاصل في هالمعرك ليست او ليس هجوم حماس لا 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 هجوم حماس نتيجة المقدمات والاحتلال الظلم اللاحق بالفلسطينيين على مدى عقود هذه الحقيقة ينبغي ان تفهمها اخي الكربي وهيك بميزان العقل وبميزان الاخلاق تتعامل مع الموضوع ومش بميزان النكايات هذا الكلام انا بيعرف انه رح يكون عسير الهضم على عقول وقلوب بعض الاكراد مش كل الاكراد بعض الاكراد ورح يقولوا اه واش انجاب يتودد للفلسطينيين او لا حبيبي لا مش قضية تودد ولا هذا موقف موقفي من سنوات مش يعني وليد هذا الموقف وليد هذه اللحظة والصراع والتأجج والعواطف لا موقف قلته وسابقى اقوله الى ان يثبت العكس هذا فيما تعلق بالجانب الكردي انت يا اخي العربي تعال هون شوي انت كمان يعني الاخ العربي الفلسطيني بدرجة الاولى والعربي بشكل عام مصري سوري لبناني خليجي عراقي يا اخي العربي منها كمان شوي عدل وانصاف وشوي توازن مع شوي اخلاق يعني ما تفرح اذا قتل الاكراد ابرياء اكراد بآلة الحرب التركية لانه والله الذي يقود طائرة مسلم مسلم يعني او الاكراد يطالبون بالانفصال والاكراد والاكراد انفصالية لا تكرر يعني لا تكرر هذه الاستواني الصدقة العفنة الفاشية العنصرية اللي يعني طرحها البعث في سوق السياسة والثقافة وصارت راسخة في الوعي العربي بشكل او بآخر لا تكرر هذا الموضوع يعني لا تتحول انت ايضا من مظلوم الى ظالم من ضحية الى جلاد ترى رجب طيب اردوغان اللي انتو شفتوا تصريح خلينا خلينا نشوف تصريح رجب طيب اردوغان ونرجع نحكي شوي اشتركوا في القناة تصريح رجب طيب اردوغان اللي شفتوا يتهم السلوك الفلسطيني بالتحرش انه عم يتحرش بال بالمواقع السكنية المدنية في الاسرائيلية ويطرح نفسه كداعية سلامه حمامة سلامه هو في نفس الوقت رجب طيب اردوغان وجيشه يقتل الاكراد ويقتل المدنيين الاكراد مش بس العناصر المسلحة لحزب العمال الكردستاني لا يقتل المدنيين فانت ايضا يا صديقي يا اخي العزيز العربي الفلسطيني المسلم المسيح الليبرالي العلماني الديموقراطي لكل هالتسمية بطلها هاي مسألة انه والله الاكراد وانفصاليين وكذا وبطلها استوانة البعث العراقي والبعث السوري والمواقف الفاشية هاي تجاه الاكراد غيرها بدلها ما بتزبط هيك ما بتزبط انه انت تكون ضد ظلم اسرائيل ومع ظلم تركيا وايران او النظام السوري ضد الاكراد ان تكون ضد النظام السوري فيما تعلق بظلمه للمسلمين السنة وتكون مع ظلم النظام السوري ضد الاكراد الاكراد على فكرة في اغربهم مسلمون والسنة لعلمك يعني يا اخي العربي فهل الاستواجية في المعايير سواء كانت في الطرف العربي او في الطرف الكردي في تقدير ينبغي ان تتوقف يعني المظلمون في الارض ينبغي ان يتحد ان لا يكون هناك مظلوم ضد مظلوم مع ظالم في البقعة اخرى من العالم ضد مظلوم في تلك البقعة هذا السلوك يعني يزيح يزيل الشرعية عن مظلوم يدك ايها الاخ الفلسطيني العزيز يعني الكردي كان معك في مرحة كثيرة والواقع الفلسطيني حاليا انا قلت حفيرام الله يعني انه هناك سهم كردي مساهمة كردية بالدم في الواقع الفلسطيني السلطة الوطنية الفلسطينية وما الى ذلك غزة هي من افرازات السلطة الوطنية الفلسطينية غزة بما هي عليه حاليا من سلطة لحماز لو لا اتفاقيت اوصل لما كان هناك شيء اسمه يعني قطع غزة ومن القصص هي اخي العزيز العربي بطلة الاسطوة بطلة هالقصة يعني هل هل ال يعني موضوع موش نيكاية في الاكراد لا لا انت على ما يبدو محبوس بيا اردوغان وانت شفت تصريح اردوغان شو بيقول يعني اردوغان حمامة السلام والسلطان الاعظم سلطان البحرين والجوين والارضين وما ما عارف شو هذا السلطان يقتل ابرياء اكراد نجي الان نحكي شوي نعمل مقارنة مع بين حماس وحزب العمال الكردستاني هناك شبهات عدة قيلت في ما يتعلق بنشأة حركة حماس الاسلامية حركة المقاومة الاسلامية الفلسطينية حماس يعني وصيلة حبر كثير في هذا الخصوص فيما يتعلق بانه طلوع اسرائيل في تأسيس هذه الحركة لتكون بالضد من الحركات اليسارية والثورية وكذا الفلسطينية طبعا هذا السلوك اقترفه وايضا الامريكيون في دعمهم للفصائل الجهادية الافغانية ضد الاتحاد السوفياتي السابق ومرحلة تأسيس حماس يعني اصيلة حبر كثير في هذا الخصوص ما بدي عيد وافتأ في القصة في هذا الموضوع نشأة حماس كانت يعني منتصف ثمانينات نهاية الثمانينات في تلك الفترة كان دعم لفصال الاسلامية الجهادية في افغانستان على الشده الرئيس المؤمن انور السادات ايضا يعني فتح الابواب على مصرعه للحركات الاسلامية للإسلام السياسي والاخوان والجهاد لكي تقف بالضض من الحركات اليسارية اللي شاف السادات انه تهدد حكمه تهدد عرشه فسلوك سلوك دعم الحركات الاسلامية للوقوف في وجه اليسار اقترفه الامريكيون والنظام المصري على زمن السادات واسرائيل هذا من جهة من جهة اخرى في النفس يعني الطرف الآخر قيل الكثير ووسيل حبر غزير وولفت كتب فيما تعلق بالشبهات التي تحوم حول علاقة حزب العمال الكردستاني والاستخبارات التركية ام اي تي ميت ويعني اتراك واكراد ومنشقين عن حزب العمال الكردستاني كتبوا في هذا الخصوص على انه حزب العمال الكردستاني خرج من تحت السيطرة والكنترول التركي وحركة حماس خرجت من تحت السيطرة والكنترول الاسرائيلي مثل الحركات الجهادية في افغانستان اللي خرجت من تحت الكنترول الامريكي والحركات الجهادية المصرية التي خرجت من تحت كنترول انور السادات واغتالته في نهاية المطار اذا هناك تشابه بين حركتين من حيث النشأ حزب العمال الكردستاني وحركة حماس الاسلامية يعني اختلاف فيما تعلق بالعقيدة قومية على يسار قومية على اسلام حركتين مسلحتين عقائديتين هذه كانت تطالب بفلسطين وارتضت بامارة في غزة حزب العمال الكردستاني كان يطالب بكردستان والآن يطالب بتحرير اوجلا من السجن وبأمة ديمقراطية وإدارة ديمقراطية ذاتية وجمهورية ديمقراطية داخل تركيا حتى على المستوى انخفاض سقف المطالب في تشابه على مستوى الدعم حزب العمال الكردستاني تلقى الدعم من النظام الإيراني حركة حماس تلقى الدعم من النظام الإيراني على مستوى العلاقة مع النظام السوري والخط البياني لهذه العلاقة حزب العمال الكردستاني انحدرت أو انقطعت علاقته مع النظام السوري ب سنة 2002 وحتى نهاية 2010 كانت يعني في قطيع وفي ملاحقة في اعتقالات في قتل تعذيب في سجون بشار الأسد لكن العلاقة عادت وأقوى من السابق بين حزب العمال الكردستاني ونظام بشار الأسد حركة حماس العلاقة مع النظام السوري وقال مشعل كان في دمشق العلاقة كانت قوية لكن بعد 2011 ونتيجة التصادم التركي ودعم تركيا للمعارضة المسلحة والسياسية السورية حركة حماس صارت على قطيعة مع النظام السوري وعادت مرة أخرى حركة حماس لأنه صار في عودة للعلاقات التركية السورية بشكل أو بآخر و حتى في هذا التفصيل هناك تشابه ما بين حركة حماس وحزب العمال الكردستاني لكن الغريب الغريب دعونا نشوف هذا الفيديو القصير سروا هناك لا يجب أن يكون مجدداً لأنه جديد يعني هذا مجدداً لأنه جديد لا يجب أن تكون مجدداً لكي يصار إلى حذف المنشور أو تعطيل الصفحة وأنا صار لي ثلاثة أربعة خمس حسابات على الفيسبوك أنصار حزب العمال الكولستاني أغلقوها بنفس الطريق بيشوفوا صورة لأوجلان أو فيديو أنتقد فيه أوجلان وحزبه يصار التبليغ على أنه ترويج للإرهاب عموما هذا الفيديو هو صاحبه مراد قرائلا مراد قرائلا وأحد القيادات البارجة لحزب العمال الكولستاني حاليا ينتقد بشدة أهل كوباني وأهل رأس العين على أنهم هربوا سمعوا قمبلتين دوي قمبلتين ثلاثة حملوا العفش تبعهم في السيارات والشاحنات الصغيرة وهربوا ويتحدث بعنف وينتقد بعنف الكرد أبناء كوباني وأبناء رأس العين وهذا موضوع آخر ولكن يمدح أهل غزة ويمدح الفلسطينيين في صبر وفي تشبث بالأرض وفي مقاومتهم ويعتبرهم مثال مين هات مراد قرائلا حزب العمال الكورستاني هل هذا يعني بأنه نفسه هو حزب العمال الكورستاني في سنة ثمانين اللي عناصره قاتلت مع الفصائل الفلسطينية ضد الإسرائيليين لا لا الآن في السوشيال ميديا تسعة وتسعين فاصلة تسعة وتسعين من أنصار حزب العمال الكورستاني هم بشكل أو بآخر يعلون صراحة أنه مع الإسرائيليين ويعني بيطلعوا وبيتنرفزهم كذا ويتحمون كل من يدعم الفلسطينيين أو يرفع العلم الفلسطيني داعما وتضامنا مع الفلسطين بأنه خائن وعديم الشرف وعديم الأخلاق ومن كل هذا الكلام السوقي التافه اللي يصدر من أنصار حزب العمال الكورستاني فإذن حزب العمال الكورستاني ليس هو ذلك الحزب اللي كان مع القضية الفلسطينية ودد إسرائيل وعدوان إسرائيلي هو أيضا تحول من ضحية إلى جلاد يجلد الأكراد وبصيات الأكراد يجلد أكراد آخرين وهذا هي حال تقلبات الحروب حركة حماف أيضا بعض الفصال الفلسطينية أيضا بعض المثقفين الفلسطينيين أيضا بشكل أو بآخر هن نسخة من هؤلاء الأجلانيين في الواقع الفلسطينيين في هذا الحديث أرد أن أتناول هذا الحدث من هذه الزاوية النقدية ومن هذه المقاربة النقدية أعلم أن هناك بعض الهفوات والأخطاء لكن أنا عند كل كلمة كل فكرة طرحتها والبيينة على المعترض حتى موضوع آخر ألقاكم على خير شكرا market